أخي يوسف أنت تعرف طبعا أنه في الكتاب المقدس في عهديه من أول صفحة من سفر التكوين لآخر صفحة في سفر الرؤية الكتاب المقدس يسير بتناغم يسير بانسجام وبتلاحظ أنه فيه هدف لكل الكتاب وفيه مصار يسير عليه الكتاب أنه حتى الأنبياء اللي بحاولوا يخرجوا عن هذا المصار كانوا يوبخوا من أنبياء آخرين فممكن تشاركنا شوي عن فكرة أنه بوه حتى في العهد القديم يعني النبي كان ينبغي أن يتميز بثلاث أشياء على الأقل لكي يكون معتمد من شعب الله أنه واحد من أنبياء الله إيه هي الثلاث حاجات أولا شخصيته ثانيا كلماته ثالثا رسالته يعني شخصيته شخصية تتميز بالقداسة والتقوى عشان كده يقول لنا الرسول بطرس تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس والمرأة الشونمية قالت عن إليشع علمته أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما نمر واحد يكون مقدس في حياته أما الشخص الشهواني العيني زيغة وكلماته مش منضبطة ده مش نبي ده حتى ما هو الشيء يعرف الله أساسا على الإطلاق نمر واحد وكلمة الله تهاجم هذا النوع من النبوة صحية لأنها نبوة مزيفة مزيفة نمر اتنين كلماته في آية مهمة أقراها جت في سفر التسنية أصحاح 18 بيقول كده طب إزاي نعرف الأنبياء اللي جايين من عمب الله بفا بيقول في أصحاح 18 من التسنية عدد 21 وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب ما فيه طالما فيه دولار صحيح يبقى فيه دولار مزيف طالما فيه نبي حقيقي يبقى لابد أصاد النبي الحقيقي عشرات ربما مئات الأنبياء الكذبة طب أعرف منين النبي الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب يبقى لازم النبي لما يقول حاجة تحصل وده حصلت مع أنبياء العهد القديم وأيضا مع الرب يسوع المسيح باعتباره النبي بل وأعظم من النبي الحاجة الثالثة رسالته أن تكون في تمام التوافق والتناغم مع الإعلان السابق ما يجي ليش نبي ويقوم جايب ألب لكل الإعلان القديم رأسا على عقب يقوله أنا نبي أقوله طب كلامك مش ماشي معه والله ما بيتعرضش مع بعضه لا يمكن أن الله يقول كلام وبعدها يرجع في كلامه يلغي كلامه هذا أمر مرفوض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر